اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في ثلاثين ابريل الناس فجئوا الان بعد شهور دي الكونفيرمو بانهم مطردون وملاحقون ومتابعون بتسديد الواجبات دي التأمين دي السيارات ديهم والكميوات ديهم والمركبات ديهم على هذه الفترة التي كانت فيها كما قلنا المركبات مجمدة هنا الناس فجئوا او كيفاش يعني انا لم اتوقف عن التنقل والسير بمحضي ارادتي بل الحكومة هي التي الزمتني بالمقود في الدار ديالي وفي المنزل ديالي والطلبية ديالي او من طوام احتيا جمدت فاذا تجيك تقولي شركة تأمين غتخلص على ذاك الفترة وخاء انها ما كانت مشكل الناس من يبغوا يبدلوا شركة تأمين يمشي من شركة اليف للشركة باع هنا تطم الكبرى الثانية انه القرص بانه منك يطبي ذاك الواسط على السمية وعلى الطلبين تطلع لي في السيستم بانه راه مطارد وملاحق من طرف الشركة الاخرى يعني بحلها بلاكليست يعني لائحة لائحة سوداء هنا السؤال شكو اللي خول هات شركة تأمين باش تدير لائحة السوداء للزبناء وشكو اللي خول شركة تأمين باش تدير هات اللائحة السوداء ديال المواطنين وشكو اللي خول هات شركة تأمين باش تخرق القانون ديال الحماية المستهلك وشكو اللي اجعل شركة تأمين تطاول على مجلس المنافسة وانه يعني بل بالعكس علش بتدخرش هات المجلس المنافسة لحماية المواطنين من الغول ديال شركة تأمين علش عني هات البرنامي ما نحن نديرينه باش انه يحمي المصالح الكبرى ديالأمة علش نديرين هات المجلس المنافسة باش يحمي المواطن من الغلو ومن الشاطات ديال الشركات الكبرى ثم عني نحن دليل المحاكيم باش أنها كتدخل في الوقت الملائم لردعي كل من تطاولت يعني أو تجرأ على التطاول على القانون وعلى الحقوق الفرضية والجماعية والمشكل في هذا الموضوع للآن خلق واحد ضجة ما بين المواطنين وما بين الوسطاء رغم أن هذا الوسطاء يعني هم عير مؤتمرين يعني ما شوهم أصحاب القرار هو أن الأرباح دي الشركة التأمين أصبق لنا البين في مناسبة سابقة في العام الماضي حققوا أرباح فاحشة تجاوزت 400 مليار سنتيم علما أنه في السنة الماضية ما كانت لكورونا لوالو يعني المخاطر كانت مرتفعة والناس كتنقل وتعوزت كينا إلى آخره ومع ذلك حققت أرباح فاحشة كما قلنا تجاوزت 400 مليار سنتيم الآن نحن في سنة 2020 مع تجميد المركبات وتجميد المخاطر لمدة ثلاثة أشهر تخيلوا معي كم سترى ستكون الأرباح الخيالية التي ستجنيها شركة التأمين بمعنى يعني هذه المقولة دي الشركات المواطنة رهى بنا مززوجتين وخاصة عاد فيها النظار ولكن المسؤولية هنا ماشية دي الشركة التأمين لأن الشرط وجود شركة التأمين هي أنها تدوز على الحقوق وتدوز على المكتسبات وتدوز على مشروعية المطالب دي الناس المسؤولية الكبرى كيتحمل رئيس الحكومة اللي ساكت وما قدرش يدخل لفرضي الهيبة دي القانون لحماية المستلق والمسؤولية الثانية كيتحملها البرلمان اللي فيه نواب ناعسين ماشية فيقين وهاز زيل الجمرة دي المواطن المغربي للضغط على شركة التأمين باش أنها تصطف إلى جانب القانون وتصطف إلى القانون ليس القانون الظالم بل القانون الذي يكون في صالح المستهلك وفي صالح المواطن